قام ألف مهاجر غير الشرعي من جنسية مختلفة بمحاولة اجتياز السياج الفاصل بين الأراضي المغربية ومدينة مليلية الإسبانية وتمكن أكثر من أربعمائة مهاجر غير الشرعي من الدخول إلى حدود السادسة والاربعين دقيقة من صبيحة الجمعة إلى المدينة الإسبانية أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن محاولة الهجرة الجماعية غير الشرعية خلفت جرحة من بينهم لم يتم الإعلان عن عددهم وأضفت التقارير ذاتها عن تواجد ما يقارب مئتي شخص على طول السياج بين البلدين تحدث في وقت سابق رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أمام برلمان بلاده عن استئناف التعاون مع المغرب في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وقال سانشيز في البرلمان في وقت سابق إن بلاده لن تتسامح مع استخدام مأساة الهجرة غير الشرعية كسلاح للضغط